زي مونا يعني فيه ده حديات كتيرة قوي في مجتمعنا بتواجه الرجل وبتواجه المرأة لكن احنا بالنسبة للست عندها حس عاطفي اكتر من الرجل يعني حضرتك بتشوفي ده ازاي وفي نفس الوقت عشان المرأة دايما عاطفية يعني بطبيعتها بتبص تلاقي فيه اختلاف للرأي كبير قوي وطبعا الراجل اكتر عملية من المرأة يعني الراجل الرومانسية بتاعته ممكن تكون من خلال فعل مش من خلال التعبير لكن ما يمنعش الكلمة الطيبة الرومانسية العاطفة دي بتصحي المشاعر ما هي دي نوع من يقزة للمشاعر فالكلام لازم يبقى فيه كلام حلو يتقال وكلام حبي يتقال عشان الحب بيوتد العلاقة وبيخلي العلاقة دايما متجددة ما يبقاش علاقة مملة علاقة فيها انا ما بحبش العنف ما بحبش القصوة ما بحبش الكلام اللي فيه جرح يعني لازم لازم يبقى فيه نوع من المشاعر الصدقة بين الرجل والست لازم المشاعر بتقويل علاقة بتخلي الواحد يتحمل حاجات كتير قوي فانا عايزة اقول للرجل يعني خليك اكثر احساسا بمشاعرك صحي مشاعرك عشان بتقدر تاخد من الست اللي عايشة معاك اللي معاك في البيت تبقى اكثر عطاء يمكن الست بتعبر اكتر لكن مطلوب ان الراجل يعبر اكتر كمان عن مشاعره لان الحب طرفين الحب ده تبادل مشاعر بين شخصين بين الراجل والست الحب ده على فكرة اساس النجاح في اي علاقة لما بيجبره في اي حاجة وهي بتوجهه للحاجات دي يقولها خلاص بقى احنا جبرنا انا مش عارفة ايه وبعدين يعني فيه تطور كبير قوي في مجتمعنا بين المقرنة كبيرة بين الماضي والحاضر يعني يمكن زي ما حضرتك قلتي كان زمان الستة او بتقعد في البيت ومستنية سي سيد لكن دلوقتي هي قدرة ان هي تدور البيت كله وتشوف امورها وامور ولادها وامور جوزها اتي بتشوف المقرنة دي ازاي بشوف المقرنة ان الستة المصرية بقت شريكة في البيت حتى بقول دلوقتي صعب او ان انا اقول ان الرجل هو اللي يقوم بكل تكاليف الحياة طبع لازم المشاركة المادية المشاركة لازم لانه فيه فيه يمكن شفنا الحياة بتختلف بتتغير فيه احتياجات كتير الاسعار غلية الحياة غلية الحياة بقت اغلى من ان واحد بس يشيل الشيلة لانه لو هو اللي شيل الشيلة كلها هتبقى شيلة تقيل عليه جدا يبقى معناها ان انا ما بساعدش انا بحب الستة تبقى مساهمة وتبقى مشاركة الحياة مشاركة على فكر اشتركوا في القناة